مساء الخير كل جزائريين مساء الخير اليوم ما جبنا لكم موضوع كما قلكم أنا أراكم سكتين عليه في حقكم وموضوع هذا مهم جدا نستعملوا دي ما دي دودي بالإضافة يستضيف باش يحميكم يحميني من باش ميقولوش باليرانان هضرو ما بعدانا نلحقوا المعلومات المهم دودي قولهم وشراكم سليم وشراكم المهم دودي اليوم عدنا موضوع ناس عملوا الدمية هذي بمايونات باش كنوبيا المهم أنا كي قرأت يعني الكتب وقرأت الويكيبيديا الويكيبيديا هذي تعتك تعريف بالصح حول القنبلة الدرية كيف الشحطوريات وره الهلام التاحة ورهي الخلفية التاحة اللي ما راهيش منشورة ونقوها في بعض الكتب القديمة هنا في أوروبا وما راهيش كي ما قولوا راهي كي شغل سر من الموحة لأنكم تروحوا المكتابة وتسيبوا الكتاب قلت لكم من الكتاب جبتوا من عند سلفتوا من عند واحد يهودي وبعد رجعت هولو يعني هو دا اللي قال لي قرأيه منه شوية قلت له حبيت نقرأت تاريخ مرك المهم حبيت نقول لكم حاجة مهمة جدا جدا الأول قنبلة درية اللي اختري عدت في عام دودي في عام أي عام في 1954 1954 1954 هكا هكذا 1954 1954 ورابعة وخمسين سماو مليح شوكيت ورانين شوكية في 1954 متأكدوا دقيقة